سؤال 17 لدينا دارة تغذية مستقرة 5 فولت توفير تغذية مستقرة 5 فولت انطلاقا من منبع تغذية متناوب 120 فولت سؤال 17 طلب مننا ذكر مختلف الطوابق المشكلة لهذه الدارة الدارة التي تقوم بتحويل جهد متناوب إلى جهد مستمع تعلمون أن الدارة تحتوي على أربع طوابق طابق الأول هو طابق التحويل العنصر الأساسي في هذا الطابق هو المحول يخفض الجهد من جهد الأولي إلى جهد ثانوي لكنه يحافظ على خصائص الإشارة مثل الدور والتواتر الطابق الثاني هو طابق التقويم إما باستخدام تقويم أحد النوبة باستخدام ديود واحد في هذه الحالة نوبة الموجبة تبقى ونوبة سالبة يحذفها أما تقويم ثناء النوبة في هذه الحالة نستخدم جسد جريتز أو محول بنقطة وسطية وضيفة الجسد جريتز تقويم النوبة الموجبة والنوبة السالبة يحولها إلى النوبة الموجبة الطابق الثالث هو إضافة مكثفة على التوازي ويسمى طابق الترشيح وضيفة المكثفة تقليل من التموجة وآخر الطابق وهو طابق التثبيت باستخدام المثبت أو ثناء الزينر أو إلى آخره سؤال رقم 18 طلب مننا رسم شكل إشارة عند كل طابق الإشارة الأولى هي إشارة بعد التحويل بعد تخفيض الجهد من أول إلى ثانوي الإشارة الثانية بعد تقويم أنا استخدمت تقويم ثناء النوبة حافظت على النوبة الموجبة وكما تلاحظون نوبة السالبة تم عكسها لأنني استخدمت جسد جريتز طابق الثالث وهو طابق الترشيح كما تلاحظون في هذه الحالة مكثفة تشحن وفي هذا الخط المكثفة تفرع إذن وظيفة المكثفة تقليل من التمويج وآخر طابق وهو التثبيت كما تلاحظون أصبحت الإشارة مثبتة على جهد قدره خمسة فوض شكرا على الإصغاء والمتابعة تحية الخاصة إلى تلميذ ثانوية العلامة عبد الحميد بن بديس تحية كذلك لكل تلميذ هندسة كهربائية سواء في بلدية حمام ظلع أو في مختلف الولايات تحية خاصة كذلك لزملائي في العمل في الثانوية وزملائي الذين دارسوا معي في بلدية سكيكدا السلام عليكم وملاقات خير إن شاء الله